يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فأنرامى الظهور المهدوي الحلقة أثانية والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي العبادة الذهبي العبادة الذهبي طلق طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك الحلقات المتقدمة حينما وصل الحديث إلى أن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سيصل إلى مدينة جده المنورة وهناك يجري ما يجري من حدث سيسبب فتنة كبيرة بين الناس خصوصاً بين العرب بين الشعوب العربية حدثتكم عن قرقيسياء وعن علاقتها بهذا الموضوع أتحدث عن معركة قرقيسياء ثم دخلت في نقاش لهذه القضية وتشعب الكلام ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام الحديث في الأجواء نفسها لكن كلامي سيكون اليوم عن المحاكمة المهدوية العالمية ما يقوم به إمامنا من نبشي قبر الله والعزة مثل ما مثل ما جاء في الأحاديث الشريفة من نبشي قبر أبي بكر وعمار وما يترتب على ذلك من التفاصيل التي مر ذكرها هذا الذي يقوم به إمام زماننا هذا يمثل بداية المحكمة المهدوية العالمية هذه المحكمة سيراها الجميع الجميع إنها محكمة لكل المجريات التي جرت منذ مقتل هابيل وإلى اللحظة التي يكون يكون فيها إمام زماننا صلوات الله عليه قد وصل إلى المدينة هذه المحاكمة لن تجري في مكان واحد هذه المحاكمة لن تكون محاكمة أرضية هذه المحاكمة سيراها الناس بالصوت والصورة وليس بالصوت والصورة المصنعين مثل ما هو الحال في زماننا ما سيشاهده الناس من صورة وما يسمعونه من صوت إنها الأحداث نفسها هي هي ماذا نقرأ في سورة الكهف في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة دققوا النظر معي في هذه الآية أنا لا أملك وقتاً كي أقف طويلاً عند الآيات أو عند الأحاديث نما هو عرض إجمالي سريع ووضع الكتاب هذا الكتاب مثلما يعبر في أيامنا هذه هذه الداتا المركزية للكون كله هذا ما هو بكتاب يتألف من أوراق وقد نقشت الكتابة على تلك الأوراق هذه الكلمة الكتاب تعني الحقيقة الجامعة كل حقيقة جامعة هي كتاب ومن هنا قيل لمجموعات الجنود في الجيوش كتائب الكتيبة مجموعة من الرجال مجموعة من الجنود إنما قيل لها كتيبة لأنهم يجتمعون مع بعضهم ويتفقون في الهدف وفي الغايات تلك هي الكتائب ويقال لهذه كتب لهذه الأشياء التي بين يدي كتب لأن الحروف قد جمعت فيها فكونت كلمات والكلمات قد جمعت مع بعضها فكونت جملا والجمل قد جمعت مع بعضها فكونت صطورا والصطور قد جمعت مع بعضها فشكلت صفحة كاملة والصفحات جمعت مع بعضها فشكلت مصحفا كتابا عملية جمع فكل حقيقة جامعة يقال لها كتاب ومن هنا فإننا نقرأ في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإمام المبين هو الكتاب الناطق هو علي هذا المصحف هو الكتاب الصامت وعلي هو الكتاب الناطق فكل حقيقة جامعة هي كتاب أعود إلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة الكهف ووضع الكتاب الحديث عن يوم القيامة عن القيامة الكبرى نحن عندنا أيام الله ثلاثة وكل يوم من هذه الأيام قيامة بحسب ذلك اليوم فيوم القائم قيامة ويوم الرجعة قيامة والقيامة الكبرى هي هي القيامة الجامعة الكبيرة التي تقودنا إما إلى الجنان أو إلى النيران ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ما هي بصورة مصنوعة العمل هو هو بنفسه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا المحاكمة ستكون بثا مباشرا إلى الأرض من مركز الداتا هذا هكذا ستجري المحاكمة أضرب لكم مثالا الروايات حدثتنا هناك صورة سيراها الناس جميعا كيف أن المهاجرين والأنصار قريش سائر العرب ممن كانوا في المدينة كانوا موجودين وجاءت الزهراء تطالب بفدك وكانت تمتلك وثيقة من رسول الله هناك سك كتبه رسول الله لفاطمة في أن فدكا لها فطالبها عمر بذلك السك فلما أعطته الصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة أخذها عمر بن الخطاب فنشرها بين يديه بمحضر المهاجرين والأنصار بمحضر قريش وسائر العرب ممن كانوا موجودين في ذلك المجلس نشر الرسالة وبصق فيها ومزقها هذا ما هو كلامي هذا كلام الأحاديث نحن لا نستغرب هذا الذي فعل ما فعل في واقعة رزية الخميس يفعل هذا وأكثر لقد أهان رسول الله بمحضر رسول الله وكان النبي في لحظاته الأخيرة في أعز اللحظات شتم النبي حينما قال من أن الرجل ليهجر وأحدث تلك الضوضاء التي بسببها طرده رسول الله وطرد الباقين من الصحابة الخونة الغدرة الذين غدروا بمواثيقهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله رزية الخميس أدل دليل على ذلك إنها وثيقة صريحة ودونكم البخاري ومسلم وتمعنوا في النصوص التي ذكرت في الكتابين مع أن التحريف قد طال تلك النصوص لكن الحقيقة بقيت واضحة موجودة ما جرى على الزهراء سيراه الناس ما فعلته عائشة في البصرة سيراه الناس وماذا وماذا فعلت عائشة عند كلاب الحوء الناس سيرون ذلك ماذا فعلت عائشة عند كلاب الحوء وماذا فعلت في البصرة وماذا فعل معاوية مع إمامنا الحسان وما الذي جرى في كربلاء التفاصيل الكاملة لن يكون العرض دفعة واحدة ستبقى البشرية تطلع على تلك التفاصيل كي يعرف الناس كيف أنهم ظلموا الله وظلموا أولياءه وماذا فعلت البشرية بتعاونها مع أعداء أعدائها مع إبليس إبليس أعداء أعداء البشرية البشر اتفقوا معه على حرب الله وحرب أولياء الله لا يمكن لهذا العالم أن يصلح ما لم توضع النقاط على الحروف وما لم تكشف الحقائق ولن يكون ذلك بصورة مصنوعة أو صوت مصنوع مثلما تشاهدون صورتي الآن وتسمعون صوتي عبر أجهزة التلفزيون عبر الأجهزة عموما على اختلاف أشكالها هذه صورة مصنوعة وهذا صوت مصنوع يمثل صورتي بجهة من الجهات يمثل صوتي بجهة من الجهات لكن الذي سيراه الناس بث مباشر من مركز الداتا هذا فهذا المركز هو صورة من صور علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مرة قبل قليل علينا ونحن نقرأ في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه النسخة الأصل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا المصدر الأصل المصدر الأصل ينقل المعلومات بحالها وحقيقتها إلى هذا الكتاب مثل ما قالت الآية في سورة ياسين من أن كل شيء قد أحصي في الإمام المبين الكلام هنا هو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هذا هو مركز داتا المعلومات والذي يأخذ معلوماته من مركز المراكز من الأصل وذل كل شيء لكم كذا نخاطبهم نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي هذه صورة إجمالية وتعريف موجز للعنوان الذي أتحدث عنه إنها المحاكمة المهدوية العالمية الذي سيجري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله جهة من جهات هذه المحاكمة لماذا صارت البداية من أبي بكر وعمر لماذا صارت البداية من أبي بكر وعمر في ثقافة العترة الطاهرة ما من أمر سيء حدث منذ السقيفة بن ساعد وإلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلى يوم ظهور إمام زماننا وإلى يوم الرجعة وإلى يوم القيامة الكبرى ما من سيئة حدثت إلا وهي في أعناقهما لأنهما قد أسس أساس الضلال والباطل ودمر ودمر البرنامج الإلهية الذي وضع أساسه رسول الله في بيعة الغدير لا بد أن نعرف من أن برنامج الله هو هذا وبنحو سريع وموجز في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام قاعدة واضحة دين الله في كل هذا الكون هو الإسلام دين أبينا آدم الإسلام ودين سائر الأنبياء الإسلام كل نبي في مقطع زماني بحسب ظروف بعثته وبحسب أحوال أمته تكون هناك شريعة تناسب ذلك الزمان قد تنسب تلك الشريعة وذلك الدين لذلك النبي لكن النسبة هذه فرعية النسبة الأصلية هي الإسلام الإسلام هو دين الله 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 عنده دين واحد هو دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً وهو دين الملائكة جميعاً هو دين الكون جميعاً دين الإسلام ما جاء على يد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله المرحلة الخاتمة والتي ظهرت في أيامه في مرحلة التنزيل وبعد ذلك انتقلت إلى مرحلة التأويل بعد بيعة الغدير ومرحلة التأويل مرحلة تكاملية تتكامل إلى يوم الخلاص ومن يوم الخلاص عبر مرحلة الرجعة العظيمة حتى نصل إلى الدولة المحمدية العظمى وهناك تتحقق البعثة المحمدية وهناك يتحقق القرآن المحمدي وهناك تتحقق الرسالة المحمدية وهناك يتجلى الإسلام المحمدي العلوي الفاطمي في أجمل صوره وفي أعلى مراقه إن الدين عند الله الإسلام وفي سورة نفسها في الآية الخامسة والثمانين بعد البسملة ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه ولن للنفي التأبيد وهو في الآخرة من الخاسرين لن يقبل منه في الدنيا ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه ولذا متى يتحقق معنى هذه الآية ليظهره على الدين كله عند ظهور إمام زماننا وفي مرحلة الرجعة العظيمة في الدنيا ليظهره على الدين كله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في دار الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين فهذا هو دين الله فدين الله واحد ونبي الله واحد هو محمد صلى الله عليه وآله أما الأنبياء فهؤلاء ممهدون لنبوة محمد صلى الله عليه وآله من أبينا آدم إلى عيسى بن مريم وما بينهما من الأنبياء والأوصياء والأولياء إنهم يمهدون لنبوة محمد النبوة العظمى فدين فدين الله واحد هو الإسلام ونبي الله واحد هو النبي الأعظم سائر الأنبياء لم يكونوا أنبياء إلا أن جددوا عهد الطاعة والوفاء لمحمد وكتابه واحد ولذا فإن القرآن هو الكتاب المهيمن على كل الكتب لأن كتاب الله واحد هو القرآن سائر الكتب تتفرع عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين فدين موسى النبي هو الإسلام عنوان اليهودية عنوان فرعي ودين المسيح هو الإسلام عنوان المسيحية عنوان النصرانية عنوان فرعي هذه ثقافة العترة الطاهرة إذن ما هو البرنامج النهائي البرنامج النهائي للإسلام هذا نقرأ في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة هذا هو البرنامج يا أيها الرسول أنت 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 يا أيها المصطفى أنت أنت الرسول العصل وسائر الرسل يمهدون لرسالتك يا أيها الرسول فأنت أنت يا أبا الزهراء أنت سيد المرسلين وأنت إمام المرسلين وأنت الفاتح وأنت الخاتم يا أيها الرسول أنت يا صاحب الرسالة الوحيدة التي هي رسالة الإسلام من زمان أبينا آدم إلى اللحظة التي تتحدث عنها هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا هو البرنامج الكامل الشامل العام التام للرسالة التي مهد لها الأنبياء حتى وصلنا إلى زمان إمام المرسلين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فليس هناك من إسلام منذ زمان أبينا آدم إلى اللحظة التي تتحدث عنها هذه الآية إلا كان إسلاما ناقصا لأن البرنامج الإلهية لم يكن قد وضع بين يدي الناس فقد جاءت اللحظة الحاسمة وإلا فإن الإسلام منذ زمان أبينا آدم وإلى هذه اللحظة التي نزلت فيها هذه الآية فإن الإسلام ناقص الدليل القرآن نفسه إذا ذهبنا إلى الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم في كتب السنة وفي كتب الشيعة هذه الآية نزلت بعد أن تمت بيعة الغدير وبغض النظر عن كتب السنة هذه بديهية من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة الآية هذه نزلت بعد أن تمت بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فالإسلام لم يكن مرضيا منذ زمن أبينا آدم إن الدين عند الله الإسلام هذا الإسلام لم يكن مرضيا وإنما كان في مرحلة انتظار الرضا أن يأتي الرضا متى جاء الرضا في آخر مرحلة التنزيل من نبوة نبينا صلى الله عليه وآله بيعة الغدير حدثت في أخريات أيامه صلى الله عليه وآله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فهذا هو البرنامج الكامل التام الشامل العام وإن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لأن الإسلام ناقص بانتظار أن يكتمل لأن الرسالة لا قيمة لها بانتظار أن تتشكل قيمتها الحقيقية في بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فجاءت سقيفة بني ساعدة كي تدمر هذا البرنامج كان هناك برنامج الله منذ زمان أبينا آدم يتكامل شيئا فشيئا لكنه لم يكن مرضيا لم يكن كاملا لم يكن تاما كان بانتظار مرحلة الرضا بانتظار مرحلة الكمال بانتظار مرحلة التمام وهذا لم يتحقق إلا على يد رسول الله حينما حقق على أرض الواقع بيعة الغدير وفي الوقت نفسه كان هناك البرنامج الإبليسي الذي بدأ من اللحظة الأولى التي بدأ فيها برنامج الله القرآن صريح وهو يحدثنا عن أبينا آدم وعن وعن إبليس أيضا في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة قل نهبطوا منها جميعا اهبطوا من ذلك المكان العالي أنت يا آدم وأنت يا حواء وأنت يا إبليس قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبونا آدم وأمنا حواء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إنه إبليس والذين سيتبعونه فيما بعد فمن تلك اللحظة بدأ برنامج الله على يد أبينا آدم وبدأ إبليس برنامجه أيضا فكان يحرف الرسالات وكان يدفع الأمم لقتل أنبيائها ولقتل الصالحين من أتباع الأنبياء التأريخ الأسود للبشرية مع الأنبياء والأوصياء والصالحين من أتباع الأنبياء والأوصياء تأريخ أسود التأريخ الطويل للبشرية في تحريف الأديان وفي تغيير الحقائق وفي تبديل الأسود إلى أبيض وتبديل الأبيض إلى أسود هذا هو تأريخ البشرية إنه البرنامج الإبليسي الذي تكفلت البشرية بتنفيذه وفي الوقت نفسه تكفلت بتدمير برنامج الله وهذه جولة الباطل إنها دولة إبليس وصلنا إلى بيعة الغدير حيث تكتمل رسالة السماء ويكتمل الإسلام الذي بدأ منذ زمان أبينا آدم إبليس حرك الصحابة فكتبوا الصحيفة المشؤومة وجرت التفاصيل إلى رزية الخميس ومن رزية الخميس وكانوا قد سمموا رسول الله القرآن هو الذي يتحدث حينما نذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد المئة بعد البسملة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيزي الله الشاكري أفإن مات أو قتل دققوا نظر فيما جاء في سورة الزمر في الآية الثلاثين بعد البسملة إنها تخاطب نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إنك ميت وإنهم ميتون الجميع الصالحون والطالحون إنك ميت وإنهم ميتون هذا حكم عام وليس بالضرورة أن الناس ستكون نهايتها بالموت على الفراش ربما البعض منهم سيقتل وربما وربما إنك ميت وإنهم ميتون حديث عام هذا هو الحكم المفروض على الجميع لكن ليس بالضرورة أن الجميع لن يقتلوا هناك من يموت بالقتل فالآية هنا تتحدث عن الحكم العام القتل موت لكن القتل يكون سببا من الأسباب للموت إنك ميت وإنهم ميتون نهاية أمركم الموت وهذه حالة عام بغض النظر عن أن بعض الناس سيقتلون تعددت الأسباب والموت واحد من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد هنا في سورة آل عمران أفإن مات أو قتل مات ظاهرة عامة قتل ظاهرة خاصة فلما ذكرت الظاهرة الخاصة بعد الظاهرة العامة فإن الظاهرة الخاصة هي التي ستجري على رسول الله وهذا هو الذي جرى ماذا تعتقدون أنتم بالنسبة لسورة التحريم والتي هي في عائشة وحفصة بصريح بصريح الحديث عن عمر بن الخطاب في البخاري وغيره هل تتوقعون من أن سورة التحريم هي بخصوص شأن نسائي حدث في بيت رسول الله أنا لا أنكر الشأن النسائي الذي حدث في بيت رسول الله إنها أمور تحدث في البيوت لكن سورة التحريم لا تتحدث عن هذا الموضوع لقد حرفت الحقائق وطمرت دقق النظر في الآيات إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم والخطاب إلى عائشة وحفصة إن تتوب إلى الله ليس هناك من دليل على توبتهما إن تتوب إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن رسول الله وإن تظاهر عليه وإن تظاهر عليه أي أن تتعاون مع من سيتعاون معكما تتظاهرون على رسول الله لماذا يتظاهرون عليه يريدون إذاءه فماذا سيكون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هل أن الله يضع نفسه في مواجهة عائشة وحفصة لأمر النسائي ولشأن النسائي يكون بين النساء أو حتى لشأن أسري يكون بين الزوجة وزوجها هل هذا خطاب لموضوع يسير يكون في كل البيوت القرآن نفسه الله نفسه إذا ما ذهبنا إلى سورة النساء إلى الآية الثامنة والعشرين بعد المئة بعد البسملة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح هذا يقول الله وإن تحسن وتتق فإن الله كان بما تعملون خبيرا الحادثة التي جرت في بيت رسول الله والتي يفسرون سورة التحريم بخصوصها هي دون هذا الذي تتحدث عنه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا هذه أشد الحالات في المشاكل الزوجية تتحدث الآية عنها فماذا يريد الله من هؤلاء الرجال والنساء وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يطالبهم بالإحسان فكيف يكون الكلام بهذه الشدة في حادثة تقع في البيوت بين الضرائر بين الزوج وزوجته بين الزوج وزوجاته شأن أسري صغير جدا هل يكون موقف الله منه هذا الموقف يخاطب عائشة وحفصة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ثم ماذا تقول الآيات تخاطب نساء النبي وتنفي معنى الإسلام عنهن والخطاب بالدرجة الأولى موجه إلى عائشة وحفصة في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة التحريم عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار هذا يعني أن إسلام نساء النبي ما هو بإسلام صحيح لا أتحدث عن الجميع على الأقل يكون الحديث عن هاتين المرأتين التي خطبتا في هذه الآية وضرب الله مثلا لهما في سورة نفسها حينما تحدث عن خيانة زوجة نوح لزوجها وعن خيانة زوجة لوط لزوجها في سورة نفسها إنها الآية العاشرة بعد البسملة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه هذا التظاهر على رسول الله هل هو هل هو تظاهر مثل ما يحدث في العلاقات الزوجية أن تغضب الزوجة على زوجها لأمر عارض وبعد ذلك يتلاشى هذا الغضب إذا كان الأمر هكذا فهل يستحق أن الله يواجهه بهذا الخطاب فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صالح المؤمنين علي بن أبي طالب وهذا موجود في رواياتنا وحتى في روايات المخالفين في كتب حديثه من أن صالح المؤمنين علي بن أبي طالب ولا شأن لي بما في كتبهم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هل تصدقون أن الله يتكلم بهذا المنطق لأجل قضية جزعية يسيرة تحدث يوميا بالملايين في بيوت الناس وشأن التنافس والتحاسد والتزاحم فيما بين نساء النبي لم يكن منحصرا بهذه الواقعة معائشة من أول لحظة كانت تثير المشاكل في بيت النبي وهكذا حفصة وكانت عائشة وحفصة تشكلان حزبا لوحدهما في داخل بيت النبي صلى الله عليه وآله هذه أمور تحدث في البيوت فهل أن الله يقف من هذه الأحداث اليسيرة هذا الموقف إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير السورة تتحدث عن مؤامرة قتل رسول الله والتي تظاهر فيها أبو بكر مع ابنته عائشة وعمار مع ابنته حفصة هؤلاء هم الذين تظاهروا مع عائشة وحفصة وسمموا رسول الله هذا بحسب أحاديث العترة الطاهرة السقيفة بني ساعدة ترفض هذا وكذلك السقيفة بني طهسي السقيفة القذرة النجسة الملعونة ترفض هذه الحقيقة أيضا لكن العترة هي التي تصرح بذلك وهذا هو منطق السورة هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برامج السابقة وأوردت وأوردت الوقائع والأحداث والأحاديث والروايات دققوا النظر في الآية وتدبروا فيها الآية لا تحتمل وجها غير هذا الوجه إن تتوب إلى الله ليس هناك من توبة هذه توبة معلقة إن إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ومر علينا يوم أمس في الخطبة الشقشقية حينما كان يتحدث أمير المؤمنين عن النظائر الحقيرة التي جعل أمير المؤمنين في الشورى العمرية معها فحينما تحدث عن سعد بن أبي وقاص ماذا قال عنه من أنه صغى إلى ضغنه ما لا إلى حقده التعبير هو هو صغى لضغنه إلى حقده إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه إذا ما اتفقتما وعاونكما من عاونكما هذا هو التظاهر وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ولذا فإن عائشة هي الأخرى سيخرجها إمام زماننا الروايات حدثتنا عن ذلك أنا لا أستطيع أن أعرض لكم كل التفاصيل إنما هو عرض إجمالي بحسب ما يسنح به المقام هذا هو برنامجهم الشيطاني لقتل رسول الله وقد قتلوه قتلوه تسميما قتل النبي الأعظم وحينما كانوا في بيته كانوا ينتظرون مماته كانوا متأكدين من أنه سيموت لأنهم سمموه موقفهم في رزية الخميس هو الذي يشرح ويبين ماذا كان قد جرى في الكواليس ولذا حينما طردهم رسول الله وجدوا في ذلك فرجا لهم لأنهم لن يعودوا إلى بيت رسول الله وكانوا عالمين بأنه سيموت بحسب المخطط الذي خططوا وبحسب الجريمة التي ارتكبوها وذهبوا كالنصوص إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا النبي لم يدفن لا علاقة لهم برسول الله لقد قتلوه ارتكبوا جريمتهم وبعد ذلك أرادوا إحراق علي وفاطمة والحسن والحسين كي يتخلصوا من كل هذه المنظومة الدينية هذا هو الذي حدث على أرض الواقع لابد من أن تقدم هذه الحقائق مثل ما هي لا بتصوير مصنوع ولا بحديث بالكلام فقط ولا بالوثائق الدنيوية العادية لابد من بث من ذلك الكتاب من مركز داتا المعلومات الكونية أن تبث الأحداث كما هي وأن يراها الناس كي يكون البناء صحيحا دقيقا فما بني على فاسد سيكون فاسدا وما بني على الشبهات نتيجته شبهات لا بد لابد أن تكون الحقائق ثابتة وأن تكون أسسا لحياة المجتمع المهدوي فالإمام يريد أن يقيم الحجة الإلهية الكاملة المطلقة إنها حجة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهؤلاء أتحدث عن الأول والثاني ماذا فعل قام بتحقيق الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي فكل الآثار السيئة كانت بسببهما ولذا في الروايات عندنا من أن مقتل هابيل في أعناقهما هذه الروايات لا تفهم كما تريد الفرق الباطنية كالنصيريين وأمثالهم يريدون أن يطبق عقيدتهم التي هي عقيدة التناسخ يريدون أن يطبقوها على هذه الروايات هذه الروايات لا تتحدث عن عقيدة التناسخ التي تقول من أن كل الجرائم السابقة في أعناقهما في أعناق أبي بكر وعمار منذ زمان أبينا أهدى القول بالتناسخ يترتب عليه أن ننكر القيامة الكبرى وأن ننكر الحساب الإلهية الكامل التناسخ في الأرواح بحسب عقيدة العترة الطاهرة عقيدة كفر وعقيدة ضلال هذه الروايات التي تتحدث عن أن كل الجرائم السابقة في أعناقهما لأنهما قام بتحقيق الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي في مواجهة دين الإسلام الذي هو دين الله والذي بدأ منذ زمان أبينا أهدى في الفلسفة يقولون من أن العلة الحقيقية هي الجزء الأخير من العلة وتلك حقيقة الجزء الأخير من العلة هو الذي يخرج لنا المعلول فإذا كانت العلة تتألف من مجموعة أجزاء لنفترض أنها تتألف من مئة جزء لو تحقق منها من هذه الأجزاء لو تحقق تسعة وتسعون جزئان لا يوجد هناك معلول ليس هناك من نتيجة وإنما يتحقق المعلول إذا ما أضيفه الجزء المئة إلى الأجزاء المتقدمة وهذا هو الجزء الأخير فتكاد أن تكون العلة هي في الجزء الأخير الجزء الأخير من العلة هو الذي يتحمل مسؤولية العلة بكاملها لهذا السبب لهذا السبب كل الجرائم السابقة منذ زمان أبينا آدان وإلى لحظة سقيفة بني ساعد في أعناقهما من هذه الجهة من جهتي أنهما شكل الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي إنه الجزء الأخير من العلة لأن برنامج الله الغدير ولذا ولذا فإن آل محمد انتقلوا إلى البرنامج الثاني انتقلوا من برنامج الغدير لأن البرنامج الإبليسية قد نجح في تعطيله فانتقلوا إلى برنامج القربان إنه برنامج القرابين القربان الأول فاطمة الزهراء ومحسنها هذا هو القربان الأول الذي قدمه أمير المؤمنين برنامج القربان حتى وصلنا إلى القربان المركزي إنه الحسين الشهيد ولذا في كتب المقاتل فإن عقيلة بن هاشم ليلة الحادي عشر خرجت في وسط الليل البهيم وهي تتخطى ما بين الأجساد التي قطعت تقطيعا حتى وصلت إلى جسد الحسين الذي رضته الخيول وقطع رأسه الشريف وضعت يديها تحت ظهره ورفعت ذلك الجسد المقطع إلى السماء وتوجهت إلى الله اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان هذا هو برنامج القربان سلام سلام على قرابين محمد وعلي ومحمد صلى الله عليه وآله كان قربانا سمموه وقتلوه وعلي كان قربانا سالت دماؤه في محراب مسجد الكوفة الزهراء كانت قربانا الحسن الحسين قتلوا جميعا قتلوا جميعا هذه نتائج البرنامج الإبليسي أليس من المنطق أن كل الجرائم تكون في أعناقهما هذا هو السر في التأكيد دائما في أحاديث أهل البيت في تفسيرهم لقرآنهم في أدعيتهم في زياراتهم دائما يكون التأكيد على الأول والثاني القضية ليست سياسية هذه قضية ضاربة في الأعماق ولا قيمة للرجلين بما هما هما مشكلة الرجلين هنا في أن الشيطان قادهما إلى تنفيذ الجزء الأخير من برنامجه تحقق الجزء الأخير من العلة بأيديهما هذه هي مشكلتهم نذهب إلى فاصل هل تستغربون بعد ذلك حينما نقرأ الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هل نستغرب حينما نسمع تفسيرها من إمامنا الباقر صلوات الله عليه حيث يحدثنا محمد ابن مسلم عنه صلوات الله عليه من أن ظهور الفساد في البر والبحر الإمام يقسم يقسم بالله حينما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير أعتقد أن المعنى صار واضحا وجليا بعد كل تلك المقدمات ظهر الفساد في البر والبحر لماذا لأن سقيفة بني ساعدة مثلت الجزء الأخير من العلة الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي فكل الفساد السابق وكل الفساد اللاحق في عنق تلك السقيفة وفي أعناقهما في أعناق أقطاب السقيفة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الآيات كثيرة ووفيرة في هذا المضمار قطعا بحسب تفسير العترة لقرآنها أما الأحاديث والروايات فهي عجيبة وغريبة في هذه المضامين وكثيرة جدا في كتبنا العصلية القديمة ألا لعنة الله على حوزة النجف وعلى أكاذيب حوزة النجف ألا لعنة الله على منهج حوزة النجف إنه المنهج البتري المرجعي الطوسي الشافعي المعتزلي العباسي الشيطاني الإبليسي الناصبي القذر هذه حقيقة أتباعهم لا يصدقون لا شأن لي بأتباعهم وظيفتي أن أبين الحقائق وأن أضع النقاط على الحروف وأخاطب الذين يحترمون عقولهم أنا لا أخاطب الحمير ذكروهم ذكروهم بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل إطمئنن تركبهم يعني بش إش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أخبر خمسة قال لي مستعجب مش داها قلية تركب يعني خلاغة أغميشيني كما كنتم خلاغة أغميشين جميع تبغلق بك حالة السنوات هو أش ديخ عرفي أش ونص عباردة كنا على أو كلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا معلم إجمالي لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن حديثي ليس مع هؤلاء مع الدخيين حديثي مع الذين يحترمون عقوله حديثي مع الذين يهتمون لأمر دينه حديثي مع الذين يبحثون عن الحقيقة كما هي حديثي مع أولئك الذين يريدون أن يعيشوا ويموتوا على عقيدة سليمة حديثي مع الذين يريدون أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة لا شأن لي بأتباعي سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بأتباعي سقيفة بني طوسي لعنة الله على السقيفتين والسقيفة الثانية ألعن وأقدر وأنجس أتحدث عن سقيفة بني طوسي إلى الآن صار واضحا ما هو المراد من المحاكمة المهدوية العالمية هذه المحاكمة ليس لها من زمان معين إنما ستكون على طول الزمان في بداية نشأة الدولة المهدوية الروايات تخبرنا من أن الإمام ستكون حروبه ثمانية أشهر لا أريد أن أتحدث عن شهور طويلة شهور قصيرة لأنني سأفتح موضوع الزمان في الحلقات القادمة فإذا كان هناك من شيء يتعلق بهذا الموضوع سأحدثكم به في موضعه المناسب له فحرب الإمام التي يقضي بها على الباطل ويؤسس النواة الأولى لدولة العدل في منطقة الظهور تستمر إلى ثمانية شهور خلال هذه المدة وحتى بعدها لكن قطعا ستكون المحاكمة المهدوية العالمية خلال هذه المدة ستعرض الحقائق لأن الحقائق هي التي ستصنف الناس مثل ما مر علينا في واقعة نبش القبرين في المدينة حيث أن الواقعة صنفت الناس فهذه المحاكمة المهدوية العالمية هي التي ستصنف الناس وسيحكم الناس على أنفسهم بأنفسهم الإمام لا يحكم عليهم وإنما الحقائق هي التي ستحكم على الجميع وهكذا كل إنسان بعد طلاعه على الحقائق الكاملة سيحكم على نفسه بنفسه محاكمة عجيبة غريبة هذه جهاتها متنوعة جهة من جهاتها على سبيل المثال لأن المحاكمة لا تتشكل فقط من عرض صور الوقائع من مركز ذات الكون وإنما سيقوم الإمام أيضا بالمناقشة مع الأحياء الصور التي ستنقل من مركز ذاتا الكون للأحداث الماضية لكن في الزمن الذي يكون فيه الإمام موجودا بعد ظهوره الشريف الناس أحياء فلابد من مناقشتهم ولابد من إظهار الوثائق الحسية الحقيقية ومن إقامة الأدلة الحسية على صدق تلك الوثائق وهنا تأتي مواريث النبوة ودلائل الإمامة هذا العنوان الذي يتوفر كثيرا في أحاديث العترة مواريث النبوة ودلائل الإمامة كل ما كان عند الأنبياء السابقين وعند الأوصياء السابقين هو عند إمام زماننا المعجزات وسائل المعجزات كعصى موسى مثلا الملابس الخاصة كقميص إبراهيم مثلا الكتب السماوية الأصلية الحقيقية كالتوراة والإنجيل مثلا وهكذا مواريث النبوة ودلائل الإمامة ستوضع في متحف مهدوي وفي عرض وثائقي كي يطلع الناس على تلك الحقائق الإمام الإمام سيناقش الجميع الذين يدعون أنهم على علم في علوم الدنيا وفي علوم الدين وإلا كيف سيبسط العدل في كل مكان الروايات تقول من أن عدله سيدخل إلى جوف بيوتهم برغم آنافهم برغم آنافهم مثلما يدخل الحر والبرد الحر يدخل إلى بيوتنا برغم آنافنا والبرد كذلك عدل قائم آل محمد سيدخل إلى بيوتنا برغم آنافنا كيف يتحقق هذا ما لم تكن هناك محاكمة عالمية وفي جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات ولا بد أن تكشف الحقائق كلها ولذا في الزمن القريب من ظهوره لا بد أن تكشف بعض الحقائق أيضا أتمنى أتمنى أنا لست كذلك أتمنى أن يكون هذا الجهد الذي يبذل عبر مؤسسة القمر للثقافة والإعلام وعبر قناة القمر الفضائية أتمنى أن يكون هذا الجهد المبذول لبيان الحقائق أن يشكل مقدمة لأولئك الذين سيكشفون الحقائق قبل ظهور إمام زماننا أتمنى أن يكون هذا الأمر كما يجول بخاطر أقرأ عليكم من غيبة النعماني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة إنه من رجال الغيبة الأولى وطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الثانية والأربعين بعد المائتين إنه الحديث السادس والعشرون الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده بسند نعماني عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه جابر الجعفي يحدثنا يقول دخل رجل على أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه إلى أن يقول الإمام وإنما سمي المهدي مهدية لماذا؟ جهة من جهات معاني هذا الإسم الشريف المعنى لا ينحصر بهذه الجهة فقط الروايات بيّنت لنا جهات أخرى وإنما سمي المهدي مهديا لماذا؟ لأنه يهدي إلى أمر خفي سيكشف الحقائق هذه إشارة إلى جانب مهم من جوانب المحاكمة المهدوية العالمية وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا أنطاكيا التي هي في تركيا ما بين بلاد الشام وتركيا الإمام في مواريث نبوته ودلائل إمامته مواريث النبوة ودلائل الإمام الإمام في مواريثه ودلائله هذه يمتلك النسخة الأصل النسخة الإلهية للتوراة والنسخة الأصل النسخة الإلهية للإنجيل لكن الإمام هنا يخرج لليهود وبالأدلة الحسية التي يقتنع بها الناس في زمانهم من الآثار من الآثار ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا هذا جزء من التمهيد الذي قام به الممهدون السابقون من الأنبياء والأوصياء ومن أتبائهم هذه الوثائق حضرت وهيئت لقائم آل محمد ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة يناقشهم يخرج الحقائق من دين موسى ويثبت لهم بأنهم ما هم على دين موسى ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن إشارات إلى جانب مهم إلى جانب إعلامي وعلمي وتعليمي وثقافي وتبليغي واجتماعي وديني من جوانب المحاكمة المهدوية العالمية هذه المضامين وردت في العديد من الروايات وهذه الرواية أنموذج من النماذج التي تتحدث عن هذا المضمون نذهبوا إلى فاصل إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1333 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المئة إنها النسخة الثانية من خطبة البيان خطبة البيان خطبة معروفة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولها أكثر من نسخة الخطبة في أصلها هي من كلام أمير المؤمنين لكنها تعرضت لكثير من التحريف والتصحيف الخطبة طويلة وتجتمل على الكثير والكثير من المطالب التي لها تفريعات وتوصيفات وشؤونات كثيرة جدا هذه النسخة الثانية من خطبة البيان والكلام والكلام لا يخلو من خلل لكنني أجد أن الحقيقة موجودة وواضحة في مجمل الكلام أقرأ عليكم مما جاء في هذه الخطبة هذا هو الكلام المنقول عن أمير المؤمنين لكنه تعرض للتحريف والتصحيف ويظهر للناس من هو قائم آل محمد حديثنا عن المحاكمة المهدوية العالمية وهذه الأحاديث وهذه الخطبة تشير إلى جهات من جهاتها ويظهر قائم آل محمد ويظهر للناس كتابا جديدا وهو على الكافرين صعب شديد إنهم الكافرون ببيعة الغدير من أتباع سقيفة بني ساعدة ومن أتباع سقيفة بني طوسي نهى السقيفة الألعن والأنجس والأقدر ويظهر للناس كتابا جديدا وهو على الكافرين صعب شديد يدعو الناس إلى أمر من أقر به هدي ومن أنكره غوى غوى مع الشيطان فالغاوون أتباع الشيطان إنهم أبناء البرنامج الإبليسي فالويل كل الويل لمن أنكره لمن أنكر ذلك الكتاب لمن أنكر ذلك البرنامج لمن أنكر إمام زماننا صلوات الله عليه رؤوف بالمؤمنين شديد الانتقام على الكافرين ويستدعي ويستدعي إلى بين يديه كبار اليهود وأحبارهم ورؤساء دين النصارى وعلماءهم ويحضر التوراة والإنجيل والزبور والفرقان الفرقان هو القرآن ويحضر التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ويجادلهم على كل كتاب بمفرده يطلب منهم تأويله فهذه الكتب لها تأويل وما يعلم تأويلها إلا الله وقائم آل محمد إلا الله والراسخون في العلم ويجادلهم على كل كتاب بمفرده يطلب منهم تأويله ويعرفهم تبديله كيف بدلت هذه الكتب ويحكم بينهم كما أمر الله ورسوله لماذا الحديث عن رسول الله لأنه هو الرسول الأوحد وباقي الرسل ما هم إلا ممهدون ممهدون لمحمد صلى الله عليه وآله كلمة الإنجيل ماذا تعني الإنجيل يعني البشارة البشارة بماذا البشارة بمحمد وآل محمد هذا هو معنى الإنجيل قطعا المسيحيون يرفضون كلامي الآن لكنني لا أتحدث عن ثقافتهم لأنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة ويجادلهم على كل كتاب بمفرده يطلب منهم تأويله ويعرفهم تبديله ويحكم بينهم كما أمر الله ورسوله ثم يرجع بعد ذلك إلى هذه الأمة شديدة الخلاف قليلة الإئتلاف وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين أما البتريون فإنه سيقضي عليهم سيقضي عليهم حينما يخرجون لحربه ما بين النجف وكربلاء الأحاديث تخبرنا بأنه لن يبقي منهم أحدا لن يبقي من البتريين أبناء الحرام أبناء الزواني أولئك المأبونون المأفونون الملعونون لن يبقي منهم أحدا لأنهم نجاسة في نجاسة في نجاسة يطهر الأرض من تلك النجاسة والقذارة يطهر أرض النجفي وكربلاء منهم ألا لعنة الله عليهم العنوهم العنوهم أنا أتحدث عن الذين يخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله عليه إن كانوا من المعاصرين أم كانوا من الذين سيأتون في قادم الأيام وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين الناس ظنوا فيهم أو هم ظنوا في أنفسهم الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون ويتلو عليهم بعد إقامة العدل بين الأنام وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بعد كل هذا يتضح للناس الحق وينجلي الصدق وينكشف المستور ويحصل ما في الصدور ويعلموا الدار والمصير ويظهر الحكمة الإلهية بعد إخفائها ويشرق شريعة المختار إذا أردنا أن ندقق في بلاغة هذه الكلمات فهي ضعيفة فلابد أن تكون هكذا يتضح للناس الحق وينجلي الصدق وينكشف المستور ويحصل ما في الصدور وتعلم الدار والمصير وتظهر الحكمة الإلهية بعد إخفائها وتشرق شريعة المختار بعد ظلمائها ويظهر تأويل التنزيل إنها حقائق القرآن كما أراد الأزل القديم يهدي إلى صراط مستقيم إنه إمام زماننا يهدي إلى صراط مستقيم ويكشف الغطاء عن أعين الأثماء جاء هنا ويشيد القياس وهذا خلاف منهج العترة هذا التعبير محرف يفترض ويبيد القياس وليس يشيد القياس ويبيد القياس ويخمد نار الخناس والخناس من أسماء إبليس من أسماء الشيطان ويقرد الدولة الباطلة إنها دولة إبليس ويعطل العاطل ويفرق بين المفضول والفاضل إنه يقيم العدل فلابد أن يفرق بين المفضول والفاضل ويعرف للناس المقتول والقاتل لأن الحقائق قد ضاعت منذ زمان أبينا آدم إلى يوم الخلاص ويعرف للناس المقتول والقاتل ويترحم يفترض على الذبيح وليس عن الذبيح لكنني كما قلت لكم هذا النص تعرض لتحريف واضح ولتصحيف بين ويترحم على الذبيح ويصح الصحيح ويتكلم عن المسموم وينبه الندم يفترض من أنه ينبه على الندم يبين هذه الحقائق للناس كي تتوجه الناس إلى التوبة وإن الندم هو أساس التوبة وإن الندم هو بوابة التوبة وينبه على الندم ويظهر إليه المصون المخفي ويفتضح الخؤون وينتقم من أهل الفتوى في الدين وينتقم من أهل الفتوى في الدين في كل الأديان في كل الأديان وفي هذه الأمة بنحو خاص وفي الذين يقولون إننا من شيعة العترة بنحو أخاص وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون يصدرون الفتوى من دون علم يستندون إلى ظنون فاسدة إلى علم رجال وعلم أصول إلى ترهات شيطانية جاءوا بها من نواصبي وأعدائي العترة الطاهرة وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتعسل لهم ولأتباعهم أكان الدين ناقصا فتمموه أم كان به عوج فقوموه أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوه فأطاعوا رسول الله أم أمرهم بالصواب فعصوه أم وهم المختار فيما أحي إليه فذكروه وتستمر كلمات الأمير صلوات الله وسلامه عليه في هذا السياق إلى أن يقول فكم من ولي جحدوا يتحدث عن سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها فكم من ولي جحدوا وكم وصي ضيعوا وحق أنكرو ومؤمن شردوا إلى آخر ما تحدث به أمير المؤمنين في خطبة البيان إنها النسخة الثانية التي قرأت عليكم منها سأنقلكم إلى نص يعطينا الصورة الكاملة للمضامين التي تحدث عنها أمير المؤمنين فكم من ولي جحدوه إنها سقيفة بني ساعدة وكم وصي ضيعوه وحق أنكروه سأخذكم إلى قنوة أمير المؤمنين في صلاته إنه دعاء صنمي قريش والمراد من صنمي قريش في ثقافة العترة الطاهرة أبو بكر وعمر هذا ما هو كلامي أنا لا أعبأ بما يقوله أتباع السقيفة بني ساعدة ولا أعبأ بما يقوله أتباع السقيفة بني طوسي السقيفة اللعينة النجسة القذرة إنما أحدثكم حديث العترة ما هو حديثي تلك مشكلتكم تريدون أن تقبلوا حديث العترة تريدون أن ترفضوا حديث العترة تريدون أن تستفزئوا بحديث العترة تلك هي مشكلتكم ما هي بمشكلتي فهذا الكلام ما هو بكلامي وإنما أنا ناقل ومحدث أحدث بحديث العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الثاني والثمانون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الستين بعد المائتين حيث أورد قنوة أمير المؤمنين في باب القنوتات الطويلة قنوته في صلاته وقد جاء مرويا عن عبد الله بن عباس عن أمير المؤمنين من أنه كان يقول إن الداعي به بهذا الدعاء كرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم الذي يقرأ هذا الدعاء سأقرأ عليكم الدعاء بنحو سريع لا أملك وقتا لشرحه لأن الدعاء مشحون بالمعلومات وإنما أريد أن أبين لكم موقف أمير المؤمنين الحقيقي من أبي بكر وعمر هو هذا اللهم العن صنمي قريش الأول والثاني وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما المجموعة التي تحدثت عنها سورة التحريم المجموعة التي تظاهرت على رسول الله وكان الله خصيما لها مواجها لها مثل ما بيّنت سورة التحريم اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما الذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاد يا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصلا أهله وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحدا نبوته وأشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه أرجوه أي أبعدوه تركوه ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه هذه العناوين التاريخ يتحدث عنها الوقائع في كتب التاريخ التي كتبها المؤرخون السنة تشرح هذا الدعاء إذا أردت أن أشرح هذا الدعاء فإنني سأذهب إلى كتب التاريخ السنية كي أستخرج لكم الوقائع من كتب الحديث ومن كتب السيار ومن كتب التفسير ومن كتب التاريخ التي تصدق هذه المضامين أتمنى أن أجد وقتا كافيا في قادم الأيام كي أشرح هذا الدعاء وبالتفصيل اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه وولي آذوه وطريد آووه الذين طردهم رسول الله كمروان بن الحكم أرجعه عثمان وجعله حاكما على المسلمين وطريد آووه وصادق طردوه إنه أبو ذر إنه أبو ذر هذا الذي هو ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر هذا هو الصادق الذي طرده عثمان طرده إلى الربدة وجاء بطريد رسول الله بمروان بن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه فحكمه برقاب المسلمين هذه حقائق حقائق هذه وطريد آووه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراقوه إنه دمه فاطمة ودم أراقوه وخبر بدلوه وحكم قلبوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه وسحت أكلوه وخمس استحلوه وباطل أسسوه وجور بسطوه وظلم نشروه ووعد أخلفوه وعهد نقضوه وحلال حرموه وحرام حللوه ونفاق أسروه وغدر أضمروه وبطن فتقوه إنه بطن عمار بن ياسر وبطن فتقوه وقد يشار به إلى ما فعلوه مع فاطمة حينما أسقطت جنينها لكن التعبير هذا يأتي منسجما مع الوقاع التأريخية حينما قام عثمان بن عفان برفس عمار بن ياسر بسطوه له على الأرض وأخذ يرفس في بطنه حتى فتق بطنه وكل هذا مثبت في كتب التأريخ وبطن فتقوه وضلع كسروا هذا هو ضلع فاطمة وصك مزقوه الحادثة التي ذكرتها لكم في بداية الحلقة من أن عمر بن الخطاب أخذ السك الذي كتبه رسول الله لفاطمة في ملكيتها لفدك فنشره على رؤوس المهاجرين والأنصار وبصق فيه ومزقه وصك مزقوه هذا هو صك رسول الله لا كما يشرح الشراح بأنه صك كتبه أبو بكر لفاطمة هذا صك رسول الله وصك مزقوه وشمل بددوه وذليل أعزوه وعزيز أذلوه وحق منعوه وإمام خالفوه اللهم العنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوا أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها إنها العقبة التي أرادوا أن يقتلوا رسول الله عندها ودباب دحرجوها الدباب هي أكياس تصنع من جلود الحميري أو من جلود الثيران وتملأ بالأحجار هذه الدباب أخذوا يرمونها تحت أقدام ناقة رسول الله حينما كانت على هذه العقبة على الطريق الضيق وكانوا قد خططوا أن يسقطوا الناقة إلى هوة الواد السحيق أبو بكر وعمر وعثمان وهذه الأسماء قد ذكرت في كتبهم لكنهم يقولون من أن الأحاديث ضعيفة وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلت وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها أزياف جمع لزيف إنه التزيف زيف كل شيء وأزياف لزموها وأمانة خانوها اللهم العنهما الأول والثاني في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما سرمدا لن قطاع لأمده ولا نفاد لعدده يغدو أوله ولا يروح آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنحتهم وفي بعض النسخ والناهضين باحتجاجهم وهو الأصح والناهضين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم ثم يقول اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أربع مرات جزء من طقوس هذا الدعاء أن تقول أربعا اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين مضامين الدعاء موجودة بكل تفاصيلها في كتب السنة وفي كتب الشيعة إذا أردت أن أتتبع كلمات هذا الدعاء فإن المصادر موجودة بين يدي وهذه المصادر موجودة في المكتبات العامة وفي أسواق الكتب وموجودة أيضا على الإنترنت وقت الحلقة انتهى للحديث صلة أتمنى أن تدركوا كم حدث من التحريف في دين المسلمين في دين سقيفة بن ساعد أو في دين سقيفة بن طوس نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن المراجع الطوسيين في الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلا بتريون هم والهوى والهوى بتريون هذا هو الفارق بيننا وبينهم الفارق بين الثقافة الزهرائية وبين الثقافة البترية أسألكم الدعاء جميعا في عمان الله ترجمة نانسي قنقر